شبكة الهداية الإسلامية تقدم الثاني المهم في هذا الصدد وهو وحدة المسلمين لا بد من دعوة صادقة دؤوبة هذه الدعوة يجب أن تكون دعوة متلاحقة أننا نحن المسلمين يجب أن نتوحد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الإنسان لا يحزن حين يجد مع هذا الرباط المشرف نزاعات تحدث للمسلمين أو للفصائل الإسلامية هنا وهناك في ظل هذا الرباط ينبغي أن نتوحد جميعا نتوحد على ماذا؟ نتوحد على لا إله إلا الله على الإسلام للأسف نحن جلسنا فترة طويلة في التيه أشبه ما يكون بتيه بني إسرائيل في أننا نتلمس طريق الوحدة حاولنا أن نجد أيدلوجيات كثيرة جدا لكي نتوحد نحن المسلمين أو نحن العرب لكننا في النهاية ما زادنا ذلك إلا فرقة وتشضيا لماذا؟ لأننا تركنا طريق الوحدة طريق الوحدة هو لا إلى هذا الإسلام هذا الإسلام الذي جمع العربية وغير العربي جمع الحبشية والرومية والكردية إن الذي حرر المسجد الأقصى بعد إساره تسعين عاما هو رجل عظيم من أصل كردي لم يكن في أصله عربيا وإن كان ناطقا بالعربية لكنه حمل عربية لغة القرآن حينما حمل إسلام ولذلك ينبغي أن نرجع إلى امتدادنا الطويل إلى امتداد المسجد الأقصى اليوم يعني يبكي لأجله إخواننا في أندونيسيا وفي ماليزيا وفي الهند وفي الصين وفي كل مكان إذن وحدة المسلمين القضية الكبرى الثانية لا تنسى أن ندل على الخير كفاعله ولذا لا تنسى أن تشارك هذه المادة